أهلا بكم أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي تخصص مركبات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة وحلقة النهاردة لطلاب الصف الثالث تخصص مركبات ودرسنا النهاردة عن دائرة الشحن في مادة الكهرباء دائرة الشحن يعني إيه دائرة الشحن وبتتكون من إيه وفكرة عمل دائرة الشحن وإزاي وفايدة الدينمو وإزاي بيشتغل الدينمو اللي موجود عندي في العربية بتاعته الأول عايزين نفتكر الحلقة اللي فاتت أن احنا تكلمنا عن العالم فرايدي وعرفنا أنه هو اكتشف نظريا الحاجة دي طبيعة موجودة ربنا خلقها بس هو اكتشفها زي نيوتن لما اكتشف الجاذبية الأرضية الجاذبية الأرضية كانت موجودة ولكن نيوتن هو أول ما اكتشف فرايدي برضو هو أول ما اكتشف المغناطيسية والحس المغناطيسي واستفدنا بالحس المغناطيسي أن احنا نقدر نولد بيه طيار كهرابي ونقدر نعمل بيه محرك كهربائي زي المارش اللي شغال في العربية بتاعتك أو مطور المية اللي موجود عندك في البيت إذن فكرة عمل الدينو بتقوم على الحس الكهرومغناطيسي بنستنتج طيار كهرابي من المغناطيسي وفرايدي اكتشف الحاجة اللي هي قلنا عليها موجودة في الطبيعة إن أي سلك هيقطع خطوط المجال المغناطيسي ويكون عمودي عليه هيتولد فيه قوة دفع كهربائي يعني إيه؟ النظرية بتقول إن أي سلك هيمر فيه طيار كهرابي هيتولد حواليه مجال مغناطيسي يبقى أي موصل أو السلك اللي قدامي أو الألم اللي معايا ده لو أنا لو هو موصل للطيار الكهرابي وأنا وصلت له طيار كهرابي عشان يمشي من القطب الموجب إلى القطب السالب الطيار الكهرابي وهو ماشي هنا الطيار الكهرابي طبعا زينا احنا عارفين بيمشي ضد الإلكترونيات يعني الإلكترونيات هتمشي من السالب الموجب أما الطيار هيمشي من الموجب السالب فالطيار الكهرابي هيمشي هنا هيتولد حوالين الموصل اللي في إيد ده هيتولد حواليه مجال مغناطيسي تي نظرية عكس النظرية بيقول إن أي موصل يقطع خطوط المجال المغناطيسي يعني لو إيدي الاتنين دول كان قطب شمالي وقطب جنوبي ايدي الشمال دي قطب شمالي و ايدي اليمين قطب جنوبي وجاء موصل وقطع خطوط المجال وكان عمودي عليها بيتولد في الموصل ده قوة دفع كهربائي دي فكرة عمل المولد بتاعنا واللي احنا هنتكلم هنشرحه باستفادة دلوقتي حالا تعالوا بينا نبدأ درسنا النهاردة ونعرف مكونات دايرة الشحن الموجودة في السيارة او المركبة بتاعتي تعالوا بينا نشوف المكونات بتاعة دايرة الشحن عندي بتتكون من البطارية هي البطارية تبع دايرة الشحن اه طبعا البطارية تبع دايرة الشحن وبعدين المولد بتاعي اللي هو هيشحن اللي هو موضوع درسنا النهاردة وده بطل الحلقة بتاعتنا النهاردة اللي هو المولد ومنظم الجهد اللي هو هينظم للجهد اللي خارج من المولد رايح للبطارية او العكس ولكل الاجهزة الموجودة في السيارة بتاعتي وبعدين مفتاح الكونتاك او مفتاح الاشعال بتاعي طيب إذن المكونات بتاعت الدايرة بتاعتي المفتاح مفتاح الكونتاك أو السويتش الموجود بتاعي لازم يوصل الدايرة عشان يدخل الطيار الكهرابي من البطارية الأول يخش للمولد في البداية عشان يديني مجال مغناطيسي يبدأ يدور المولد مع المحرك يقوم يولد هو بقى طيار كهرابي يروح لمنظم الجهد عشان يعمله حسب الفولت المطلوب عشان يوصل ليه البطارية ويعيد شحن البطارية بتاعت يبدأ في البداية أنا هاخد طيار كهرابي من البطارية عشان أشغل المرش وعشان أدي لملفات عدو الدوار عندي طيار كهرابي عشان يولد مجال مغناطيسي ده في المولد طيب البطارية احنا استنزفنا أو خدنا منها طيار كهرابي وأنا ماشي بالعربية بتاعتي أو بالسيارة بتاعتي المصابيح والتسجيل والأجهزة الكهربائية الموجودة عندي في السيارة خدت طيار كهرابي من البطارية في الحالة دي أنا محتاج أعوض الطيار الكهرابي اللي أنا أخدته من البطارية عشان أعوضه يبقى أنه لازم ألكب دينمو يعيد شحن البطارية وإلا كل مرة أنا هاخد لو أنا ما عنديش دينمو في العربية بتاعتي هاخد العربية وامشي بيها مشوار وارجع أقف وبعدين أشحن بطارية وأكمل لأن السيارة بتاعتي إن كانت بنزين أو إن كانت ديزل مع التطور الحديث في السيارات إحنا محتاجين كهرباء طول الوقت في السيارة بتاعتي فلازم يكون موجود الدينمو طيب تعالوا نكمل ونشوف أهمية دايرة الشحن بتاعتي في السيارة دايرة الشحن ليها فايدة أو ليها مهمة في السيارة بتاعتي مهمتها إيه؟ تحويل الطاقة دايرة الشحن من خلال الدينمو تحويل الطاقة الميكانيكية لمحرك المركبة إلى طاقة كهربائية المحرك بتاعي محرك حراري المحرك اللي هو الأساسي اللي بيجر السيارة أو بيدفع السيارة بتاعتي عشان تبدأ تمشي محرك حراري طيب أنا عندي كمان محرك تاني في السيارة اللي هو المرش دا محرك كهربائي يبقى أنا طب المولد بقى فايدته إيه؟ أو دايرة الشحن هنا فايدتها إيه؟ فايدتها تحويل الطاقة الحرارية اللي جاية من المحرك الأساسي اللي هو المحرك الحراري إلى طاقة كهربائية عشان نعيد بيها شحن البطارية دي أول مهمة في مهمة دايرة الشحن يبقى تاني بنقول مهمة دايرة الشحن تحويل الطاقة الحرارية اللي جاية من محرك السيارة الأساسي سواء كان بنزين أو ديزل هو محرك حراري بيدينا حركة عشان يبدأ يدفع أو يجر السيارة عشان نروح بيها المكان اللي احنا عايزين نروح بيه ده محرك حراري بيشتغل بالدورة الدورات الحرارية اللي احنا عارفينها سواء كانت سنائية أو ربعية طيب الطاقة الحركية دي احنا هناخدها عن طريق سير نديها للدينمو عشان الدينمو يحول الطاقة الحركية دي إلى طاقة كهربائية دي اول فايدة او اول مهمة عندي من فيه مهمات او اهمية دائرة الشحن في المركبة بتاعتي تعالوا نشوف الفايدة التانية الفايدة التانية بيقولي اعادة شحن البطارية بعد اتمام ادارة المحرك يعني انا واستخدام الاجهزة التانية يعني خدنا اللي احنا لسه الينا في مخدمة الحلقة ان انا شغلت المحرك الكهربائي اللي هو المارش او السيلف او بادي الحركة شغلته استنزف او خد جزء من البطارية الدوائر الكهربائية اللي موجودة في السيارة خدت جزء من البطارية اصبحت البطارية بتاعتي مش كاملة مفهاش 12 فولت كاملين او القيمة اللي فيها مش هتكفي الاجهزة او توصل السيارة بتاعتي للمكان اللي هي رايحة فاحنا بنعيد شحنها يبقى الفايدة التانية اعادة شحن البطارية بعد اتمام ادارة المحرك الفايدة التالتة او المهمة التالتة بتاعتها امداد كافة الاجهزة والدوائر الكهربائية والالكترونية في السيارة بالطيار اللي هتحتاجه يبقى دايرة شحن هتدي للاجهزة الكهربائية الموجودة في السيارة سواء كان تسجيل انارة ايا كان الدوائر الاشعال هتدي لها طيار كهربي مناسب حسب الحاجة بتاعتها من مين من دايرة شحن دايرة شحن اللي هي دينمو وبطارية ومنظم جهد ومفتاح السويتش بتاعي بنعيد ونقرر عشان الشباب بتاعنا ما يروحوش مننا وما تسقطش منك حاجة عشان احنا داخلين على اختبارات وانا عايزك تفهم لنفسك مش للاختبار الفايدة الرابعة او المهمة الرابعة لدايرة شحن امداد البطارية بجهد اعلى قليلا يعني لو البطارية بتاعتي 12 فولت احنا هندي 14 فولت وكنت ساعتني نيجي نسأل الطلبة بتاعنا تقدر تقسلي البطارية تقدر تقسلي خارج الدينمو من عند الدينمو يقوم جاي رايح ماسك المالتيميتر او الافو میتر وقايس للفولت اللي داخل على البطارية هنتكلم في النقطة دي دلوقتي ان شاء الله في الحلقة لكن انا عايز اقولك ان الدينمو المفروض يديني 14 فولت للبطارية اللي هي 12 لو انا مستخدم في السيارة بتاعتي بطارية 12 فولت المفروض الدينمو بتاعي يديني 14 فولت اعلى قليلا من قيمة البطارية عشان التوصيلات هيحصل فيها مقاومة للطيار وندي للبطارية قيمة اعلى من ال 12 طب لو كانت سيارة نقل او مركبة كبيرة وشغالة بـ 24 فولت يبقى انا لازم اديها قيمة اعلى برضو من ال 24 فولت دي الفايدة الرابعة او المهمة الرابعة المهمة الاخيرة عندي تغيير خارج منظومة الشحن ليتناسب مع الاحمال الكهربائية المختلفة في المركبة بتاعته يعني ايه؟ يعني هو هيخرج الطيار الكهرابي اللي طالع من الدينمو عشان يناسب الدوائر الكهربائية بتاعته طب الدوائر الكهربائية او الاجهزة الكهربائية اللي شغالة عندي في السيارة شغالة بالطيار المستمر احنا عندنا وهنعرفه حالا عندي انواع من الدينمو او المولد عندي طيار مستمر وطيار متغير مولد طيار مستمر ومولد طيار متغير طب لو كان طيار متغير يبانا لازم أغير الطيار اللي طالع من الدينمو أخليه مستمر عشان يتناسب مع الدوائر أو الأجهزة اللي موجودة عندي بكده نكون عرفنا أهمية منظومة الشحن في المركبة أو في السيارة أو في عربيتك وهما خمس نقاط نعيدهم تاني بسرعة تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية إعادة شحن البطارية بعد تشغيل المحرك أو بعد ما ناخد جزء عشان نشغل المارش إمداد الأجهزة والدوائر الإلكترونية ودائرة الإشعال في المركبة أو في السيارة بالطيار اللازم المناسب لكل دائرة إمداد البطارية بجهد أعلى من الجهد بتاعها النقطة الأخيرة تنظيم الطيار بما يتناسب مع الدوائر الكهربائية الموجودة عندي تعالوا نكمل عايزة نعرف المولد المولد الكهربائي بيعمل إيه؟ بيقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية وقلنا إلى طاقة إيه؟ حركية بوجود مجال مغناطيسي يعني إيه؟ إحنا هناخد المجال المغناطيسي اللي إحنا هنعمله أساساً يعني إحنا هنولد مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي ده لما يقطع خطوط المواصل بتاع عدو الاستنتاج هي تولد فيه قوة دفعة كهربائية يبقى المولد بتاعي هو جهاز أو آلة تحول الطاقة الحركية أو الطاقة الميكانيكية إلى طاقة إيه؟ كهربائية بتعملها إزاي؟ بوجود مجال مغناطيسي هنولد مجال مغناطيسي جوه المولد عشان ونعمله عدو استنتاج المجال المغناطيسي بيدور اللي هو العدو الضوار وعدو الاستنتاج اللي هو موجود في البرميل أو المخدات بتاعت اللي موجودة هنا أو عدو اللي هي تبع عدو الاستنتاج فيها ملفات أو سلك السلك ده لما يقطع خطوط المجال المغناطيسي هيتولد فيه قوة دفعة كهربائية حسب نظرية فرايدي اللي هو اكتشف تعالوا بينا نكمل كمان بيقول لي ان احنا نقدر نغير أو نحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية وده بيحصل فين؟ ممتاز الشباب اللي مركزة معايا ده بيحصل فيه المارش ان احنا بنديله كهرباء يحولها هو إلى طاقة حركية وده موجود معايا وده موجود في المارش بتاعي زي ما احنا عارفين زي ما احنا عارفين ان احنا بنديله طاقة كهربائية للمارش الطاقة الكهربائية ده هي بتتولد بتتحول إلى طاقة حركية تمام نكمل عايزين نعرف بقى أنواع المولدات الموجودة عندي المولدات الموجودة عندي عندي مولد طيار مستمر وده المولد الطيار المستمر ده خلاص ما عادش حد بيستخدمه أو الشركات ما عادش بتستخدمه في الوقت الحالي وبدأنا نستخدم مولد الطيار المتردد وإحنا ما عدناش بنستخدم مولد الطيار المستمر ليه؟ علشان التكلفة بتاعته عشان نصنعه كانت بتكون كبيرة حجمه كان بيكون كبير بيحتاج لصيانة دورية بيسخن فمحتاج تبريد دايما الحاجة التانية والمهمة أوي أنه هو في السرعات البطيئة ما بيدينيش طيار كهربي يناسب شحن البطارية أو يناسب الدوائر الإلكترونية أو الكهربائية الموجودة عندي وبالتالي اتجهت أغلب شركات السيارات للتحول إلى مولد الطيار المتغير وهنعرف مكونات كل مولد منه تعالوا بينا نكمل يبقى تعالوا نشوف الصورة اللي قدامي دي مولد الطيار المستمر بيولد الطاقة الكهربائية بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه دا بتبقى كلها موجبة بالشكل اللي انت شايفه فبنسميه دا مولد طيار مستمر لأننا عندي مبادل أو معاكس طيار دا بيعكس الطيار بتاع عشان يخليه كله بالشكل اللي انت شايفه موجب بس قلنا مشكلته ان هو باهز التكلفة وقطع غياره كتيرة وكمان بيسخن وما بيجيبش او ما بيدنيش طيار كهرابي في السرعات المنخفة اما مولد الطيار المتغير لو بصينا على الصورة اللي تحت هنلاقي ان مرة الموجة او الكهرباء المتولدة مرة تيجي بالسالب ومرة تيجي بالموجة زي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت دي طيب هل كل واحد فينا كده يسأل نفسه هل لو انا خدت الطيار الكهرابي المتولد من مولد الطيار المتناوب او المتغير بالشكل دا هل هي هتنفع مع شحن البطارية او الدوائر الالكترونية او الكهربائية الموجودة عندي في السيارة طبعا مش هينفع لان انا محتاج طيار مستمر يبا احنا لازم نحول الطيار المتردد اللي تالع من مولد الطيار المتردد نحوله تاني لطيار مستمر طب احنا خدنا مولد الطيار المتردد ليه قولنا عشان اه 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 قليل الصيانة او الاجزاء بتاعته بسيطة ما بيحتاجش صيانة اه كبيرة اه اه ما بيحتاجش تبريد بجودة اعلى اه عمره اطول الحجم بتاعه اقل فيه مميزات كتير جدا هنعرفها دلوقتي اه اللي احنا عايزين نقوله ان اغلب الشركات خلاص بدأت تتجه لمولد الطيار المتغير ويه بطالت تشتغل بيه مولد الطيار المستمر ليه العيوب اللي احنا اتكلمنا عليها اه دلوقتي تعالوا بقى بينا نتكلم عن مميزات مولد الطيار المتردد ايه الفرق بينه وبين مولد الطيار المستمر او ليه الشركات اخدت او اشتغلت وركبت في السيارات بتاعتها مولد طيار مستمر اول نقطة عندي بيقولي اقل كتلة واصغر في الحجم مولد الطيار المتغير اقل في الكتلة واصغر في الحجم طبعا كل وزن طب هو هيفرق يعني لو زاد عن التاني 100 جرام او 200 جرام او 500 جرام اه طبعا احنا بن مصمم السيارات او المهندسين لما بيجوا يعملوا السيارة فبيحاول يقل الوزن بقدر المستطاع وبيعمل حساب الركاب اللي هم هيركبوا فيها علشان المكنة دي او المحرك ده هيقدر يصحب او يجر السيارة بتاعتي بالوزن ده ويستهلك بنزين يعني الموضوع فيه حسابات كده وتعقدات عشان استهلاك البنزين او استهلاك الوقود بتاعي وقوة او الباور اللي طالع من المحرك بتاعي باول نقطة عندي هي اقل كتلة واصغر حجم لنفس الكدرة نفس المولد عشان يديك نفس الكدرة لو انت خدت مولد طيار مستمر فانت محتاج مولد اكبر في الحجم وكتلته اعلى كمان الاجزاء المتحركة بتاعتي قليلة يعني انا عندي في مولد الطيار متغير الاجزاء المتحركة بسيطة مش كتير زي ما احنا عارفين العمود وعدو التوحيد وعدو التنبيه بتاعي طيب كمان بيولد قدرة او طاقة كهربائية مع السرعات المنخفضة ودي اهم ميزة عندي في مولد الطيار المتغير ان هو بيديني طاقة كهربائية مع السرعات المنخفضة للمحرك بتاعي او السيارة بتاعتي كمان الصيانة بتاعته اقل دي ميزة تانية عمر الخدمة بتاعه اطول لانه مش محتاج صيانة وما بيسخنشي فمش هيعطل فعمر الخدمة بتاعته هتكون اطول من مولد الطيار المستمر كمان سرعة اعادة شحن البطارية بيشحن البطارية بتاعتي بسرعة لانه بيدي فولت عالي فهيشحن البطارية بتاعتي في وقت اقل من مولد الطيار المتغير عمر الفرش الكربونية بتاعتي كمان هنا عمرها اطول من مولد الطيار المستمر دي كلها نقاط مهمة او ممكن تجيلك سؤال في الاختبار وغير السؤال في اختبار لازم انت تعرفها لنفسك كمان يمكن دوران المولد في الاتجاهين اقدر اشغل المولد بتاعي في الاتجاهين يعني هو هاشه يشتغل في اتجاه عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة وكمان يسمح بسرع بسرعات دوران مرتفعة نسبيا عن مولد الطيار المستمر يعني انا لو ماشي بالمركبة او السيارة بتاعتي وسرعة السيارة او عدد لفات المحرك زادت بشكل كبير برضو المولد بتاعي شغيال مش هيتضرر من اي شيء غير مولد الطيار المستمر ده بيتضرر من السرعات العالية وما بيدنيش طاقة كهربائية على السرعات المنخفضة طيب تعالوا بقى نعرف مكونات مولد الطيار المستمر وقبل ما نتكلم عن مولد الطيار المستمر عايزين نعرف ان سرعة المحرك لها دور مهم اوي في توليد الطاقة الكهربائية سرعة المحرك الماكنة بتاعتك طيب انا ماشي طيب وانا واقف هيولد لي طيار كهربائي اه هيولد طيار كهربائي لو انا ماشي بسرعة بطيئة 20 كيلو 40 كيلو بدأت تزود سرعتي بيديني طاقة كهربائية ده مولد الطيار المتغير اما مولد الطيار المستمر مع السرعات البطيئة بيديني طيار منخفض جدا لا يصلح لاي شيء اذا سرعة الماكنة مع مولد الطيار المستمر لها دور مهم اوي عشان يديني طاقة كهربائية يبا أنا في الحالة دي عشان لو أنا السيارة بتاعتي أو المركبة بتاعتي فيها مولد طيار مستمر أنا لازم عشان أشحن بطارية لو أنا حطت بطارية بتاعتي كانت نايمة أو الفولت فيها منخفض وعايز أعيد شحنها فبركبها على السيارة وأمشي بيها مش هو ده المتعار أو أن أنا أقف مكاني بالسيارة بتاعتي وأعلي لو هو مولد طيار مستمر هعلي سرعة المكنة أو المحرك بتاعي عشان دوران المولد كل ما زادت سرعته كل ما بيديني فولت عالي وهنعرف يعني إيه سرعة الدوران لها دور لإن عشان يقطع خطوط المجال لو افترضنا أن ده صباعي ده خط مجال الموصل لما يقطع بسرعة خط المجال ده بيتولد فيه قوة دفعة قهرباء يعني تاني سرعة المحرك المحرك بتاعك اللي هو سواء بنزين أو ديزل المحرك الأساسي اللي هو بيدفع أو بيجر السيارة بتاعتي ليدور أساسي في دائرة الشحن بتاعتي لو كان المولد بتاعي مولد طيار مستمر تعالوا نكمل بيقول لي أن الهيكل هيكل العدو الساكن وهو الجسم الحاوي لأجزاء المولد الجسم الخارجي ده بنسميه الهيكل وده بيكون ساكن وهو بيحتوي أو بيحوي كل أجزاء المولد بتاعي عدو الاستنتاج وهو عبارة عن قلب على شكل صفائح أو رقائق مصنوعة من الحديد دايما واخدناها الحلقة اللي فاتت يا شباب أن أنا عشان أعمل مجال مغناطيسي لازم أحط معايا حديد صلب ليه؟ عشان يزود أو يهو كمان يتحول لمغناطيس معايا فيديني مجال مغناطيسي أعلى عشان أستنتج منه قوة دفعة كهربائية يبقى العدو الاستنتاج هو قلب على شكل صفائح رقيقة مصنوعة من الحديد مركب هيتركب جواه عدو الاستنتاج ومثبت على عمود الدوران يبقى المولد الطيار المستمر عدو الاستنتاج بتاعي أو الجزء اللي هيتولد فيه الطيار الكهرابي هو العدو الضوار عدو الاستنتاج بتاعي هو العدو الضوار وهو مكون من العمود راكب عليه صفائح من حديد الصلب ويراكب جواها جوا المراود بتاعته زي ما احنا عارفين كلنا وهنشوف الصور دلوقتي راكب جواه الملفات بتاعة عدو الاستنتاج تعالوا نكمل أطراف التوصيل بتاعتي بتاعتي الخارج والدخل دي النقطة التانية أطراف التوصيل وبعدين عدو التوحيد بتاعي عدو التوحيد بتاعي اللي هو بيتكون من صفائح رقيقة من النحاس عشان يعمل توصيل للملفات أو الموصل اللي ده اللي هو في عدو الضواء كلنا عارفين عدو التوحيد أو المجمع اللي هو مصنوع من النحاس عشان يوصل الموصل بتاعي اللي هو في عدو الدوار وهنشوف صور وأشكال لي دلوقتي وإزاي بيشتغل هنشوفه فيديو حالا إن شاء الله يبقى الجزء التاني أو الرابع اللي هو عدو التوحيد والرقائق أو الصفائح المصنوعة من النحاس دي طبعا بتكون معزولة عن بعضها عندي غطاء عدو التوحيد وهو مجهز بمحمل كراوي عشان نركب عليه رمان بيلي عشان يشيل العمود وبعدين غطاء المحمل وبرضو بنركب فيه مكان عشان نحط فيه رمان بيلي عشان عمود الدوران بتاعي أو عدو الاستنتاج بتاعي يقدر يدور بحره والنقطة رقم سبعة أو المكون رقم سبعة في مولد الطيار المستمر هو حذاء القد وهو عبارة عن زوج أو زوجين من الأحذية مسبت على السطح الداخلي لهيكل العدو الساكن والوضعية بتاعته بتكون متقابلة ده علشان يديني مجال معضيز بيكون بالشكل ده ممكن يكون عدوين أو أربعة وكل اتنين مقابلين بيكونوا مقابلين لبعض عشان يديني قد بشمالي وقد بجنوبي يبقى كل اتنين ممكن يكونوا اتنين بس أو ممكن يكونوا أربعة اتنين بالشكل ده متعمدين مع بعض وبعدين عندي ملفات الإصارة اللي هي هتعمل مجال أو هتولد مجال مغناطيسي تتنقل للنقطة اللي بعد كده والفرش الكربونية احنا عارفينها ان هي بتكون ملامسة لعدو التوحيد عشان توصل طيار كهرابي للعدو الدوار بتاعي يبقى الفرش الكربونية بيكون فيها قطع طبعا من النحاس غير الفرش اللي موجودة في المرش الفرش الموجودة في المولد بتختلف عن الفرش الموجودة في المرش أو بدي الحركة هنا نسبة الكربون بتكون أعلى في المولد بتكون نسبة الكربون أعلى والنحاس قليلة في المرش بتكون نسبة النحاس أعلى والكربون أقل دي مهمتها ان هي تاخد الطيار الكهرابي تديه للعدو الدوار من خلال عدو التوحيد أو النحاسات اللي احنا بنشوفها على عدو التوحيد وبعدين البكرة والمروحة وأخيرا منظم الجهد اللي هو هينظم لي الجهد اللي طالع من المولد عشان يتناسب مع البطارية بتاعتي 14 أو 26 لازم يكون أعلى من الفولت اللي احنا عارفين طيب دي الأجزاء نبص عليها الأجزاء بتاعت دايرة الشحن كاملة معايا والدينمو احنا مفككينه زي ما احنا شايفين أنا عندي مروحة لو بصينا من قدام المروحة اهي مروحة التبريد بنسأل بعض الطلبة في الاختبارات العملي بيبقى مش عارف أجزاء المولد وبيبقى مش عارف فايدة المروحة بتاعتي اللي موجودة قدام دا هي فايدتها ايه اللي هي دي فايدتها ايه المروحة دي يا شباب فايدتها تبريد المولد خاصة ان مولد الطيار المستمر بيسخن فاحنا محتاجين نعمله تبريد بشكل عالي جدا عشان هو ما بيشتغلش مدة طويلة مع درجات الحرارة وممكن يعطل مني وينتهي عمله خاصة البقرة دي بقى مهمتها بتنقل الحركة اللي جاية من المحرك الحراري الى المولد بتاعتها عن طريق سير يبقى اللي قدام دي البقرة اللي قدام دي يا شباب البقرة عشان يركب عليها سير السير ده جاي بالحركة بتاعتي من وش التأسيمة مع المحرك الحراري يبقى لو خدناها بالترتيب قد البقرة وبعدين مروحة التبريد وبعدين ملفات الإصارة اللي هي هتستنتج او هتعمل لي مجال مغناطيسي وبعدين الفرش الكربونية اهية اللي هي رجبة على عدو التوحيد او الحلقات النحاسية عشان تدخل طيار كهربي للملفات اللي قدامي دي الملفات دي بتدور مع العمود فانا هتدخل لها طيار كهربي ازاي بدخله لها عن طريق الفرش الكربونية اللي قدامي بنديها طيار كهربي من البطارية في البداية عشان يخش الطيار الكهربي عن طريق الفرش الكربونية للملف عشان يديني مجال مغناطيسي وهنا عندي الأقطابة هي اللي هتعمل لي الأقطابة الحديدية اللي هي بتزود كمان المجال المغناطيسي عدو الاستنتاج بتاعي اهوة اللي هيستنتج فيه طيار كهربي ودي بقى المواحدات أو الضيضات اللي هي هتغير الطيار المستمر تخليه الطيار المتردد إلى طيار مستمر ودي البطارية بتاعتي بقى ده شكل المولد بتاعي مفكك مع البطارية أو دايرة الشحن بتاعتي كاملة مع ده منظم الجهد ناقص هنا عندي منظم الجهد ومفتاح الكونتك تعالوا نكمل ده شكل الأجزاء بتاعتي بتاعة المولد لما فككناها المنظم عندي أهوة منظم الجهد وهنا الوش الخلف اللي بيكون موجود فيه المواحدات والفرش الكربونية وده عدو الاستنتاج اللي هو البرميل اللي بيكون موجود برة ده مولد طيار متغير ده البرميل اللي هيكون فيه الملفات بيكون موجود فيه تلات ملفات يا شباب والتلات ملفات بيتوصلوا مع بعض يا إما نجمة يا إما دلتا وهنشوف الرسمة بتاعتها دلوقتي عشان العدو ده هو اللي هيتولد فيه قوة دفع كهربائي يعني العدو الدوار في مولد الطيار متغير هيديني مجال مغناطيسي هيولد مجال مغناطيسي هندينيه عن طريق الفرش الكربونية اللي موجودة هنا هندينيه طيار كهربائي مع الأقطاب الحديدية اللي موجودة عندي ده لما بيجي لها لما يمشي في الملف اللي جوه ملف واحد موجود جوه على العدو الدوار هيدور فيه الكهرباء هيتولد حوالي المجال مغناطيسي مع الحديد الموجود الأقطاب الحديدية الموجودة ده يقوم يزود لي قيمة المجال المغناطيسي وبالتالي هيتقطع خطوط الملف الموجودة في عدو الاستنتاج اللي قدامي ده يقوم يتولد قوة دفعة كهربائية وده شكل العدو الدوار بتاعي ومعمول عندي هنا مروحتين أمامي وخلفي عشان جودة التبريد تمام يا شباب؟ كده احنا فككنا تقريبا المولد وعرفنا أجزاءه الداخلية تعالوا نكمل ونعرف مولد الطيار المتغير بيتكون من ايه وانا تقريبا نفس المكونات بس بيقل عنه في أجزاء العدو الدوار طبعا منظم الجهد وعارفين فايدته وبعدين سير المولد الكهربائي سير قولنا بينقل الحركة من البكرة البكرة الرئيسية بتاعت المحرك المحرك الحراري إلى مولد الطيار المتغير بتاعي عن طريق البكرة بتاعتي عشان يدور العدو الدوار وتاني بنأكد أن سرعة المحرك لها دور مهم جدا في المولد عشان السرعة بتديني قطع للطيار بسرعة أعلى قطع خطوط المجال في عدو الاستنتاج كل ما قطعنا خطوط المجال في عدو الاستنتاج بسرعة أعلى هيتولد في عدو الاستنتاج قوى دفعة كهربائية بقيمة أعلى علشان سرعة الدوران بتاعتي يبقى السير فايدته نقل الحركة من المحرك الحراري أو المحرك بتاعي إلى المولد عشان إيه؟ عشان نحول الطاقة الحركية اللي هي جاية من السير ده إيه؟ إلى طاقة كهربائية تعالوا نكمل المبين اللي موجود عندي وده بيكون موجود في لوحة القيادة عشان يقول إن البطارية بتاعتي الفولت فيها أو محتاجة شحنة لما تنور معايا محتاجة شحنة أو المولد مش بيشحن المبين ده عشان يعرف السائق أو قائد المركبة أو أنت راكب العربية بتاعتك لو نورت معاك اللمبة اللي هي بشكل البطارية وهنشوفها دلوقتي ده معناه إن انت عندك مشكلة في دايرة الشحن بتاعتك طيب تعالوا نكمل أنا عندي هنا دفيرة بتاعة منظومة الشحن اللي هي هتوصل بين المولد ودايرة الشحن بشكل عام هتاخد من المولد تودل لمنظم الجهد ومن منظم الجهد للبطارية ويهل الأجهزة بتاعتك البطارية هتمد فايدتها في دايرة الشحن إن هي في البداية في دايرة الشحن في البداية هتديني طيار كهرابي عشان أديه للعدو والدوار عشان يولد مجال مغناطيسي هي البطارية بتدي طيار كهرابي للمولد في بداية التشغيل بتدي طيار كهرابي للمولد عشان يعمل لي مجال مغناطيسي من العدو والدوار بعد كده خلاص بيدور أو بيستنتج المولد طيار كهرابي ما عادش بيحتاج للبطارية هو اللي بيدي البطارية وبيغزي نفسه مفتاح التشغيل اللي هو المفتاح بتاع السيارة بتاع تشغيل المركبة بيشغل المرش يبدأ يشغل دايرة شحن يفتح الدواري الكهربائية كلها الموجودة عندي في المركبة تعالوا نكمل بقى ونخش على عدو الاستنتاج عدو الاستنتاج وده اللي هو البرميل وبيكون موجود أو راكب في البرميل الخارجي أو الجزء الخارجي بتاع المولد فده ما بيدورش ده بيكون ساكن أو سابق بيكون فيه تلات ملفات التلات ملفات دول بيتوصلوا يا إما مع بعض تعال نشوف الرسمة كده يا إما يتوصلوا نجمة بالشكل اللي انت شايفه التلات ملفات يتوصلوا مع بعض الرسمة اللي على الشمال يتوصلوا مع بعض التلات ملفات في نقطة واحدة ويطلع لتلات أطراف ده بنسميه توصيل نجمة أو توصيل دلتا علشان شاء واخدى شكل دلتا التلات ملفات بيتوصلوا بالشكل ده ويطلع لتلات نقاط من هنا دي نقطة أو طرف يطلع طرف من عند A وB وC تلات أطراف هيطلعوا يبقى الملفات الموجودة عندي هنا دي هم كان ملف؟ تلات ملفات بتوع عدو الاستنتاج وصلين مع بعض حسب الشركة المصنعة بتوصلوا بطريقتين بس ما عنديش غير الطريقتين دول يا إما نجمة يا إما دلتا في كل الحالات بيطلع لتلات أطراف من عدو الاستنتاج وعدو الاستنتاج برضو بيكون متركب عليه صفائح من الحديد الصلب ليه؟ علشان يزود معايا المجال المغناطيسي الموجود يرفع قيمة المجال المغناطيسي وبالتالي العدو الدوار لما يدور معايا هنا يقوم يقطع خطوط الملفات التلاتة الموجودة هنا يقوم يتولد قوة دفع كهربائي يبقى تاني عدو الاستنتاج بيتكون من ثلاث ملفات بيتصلوا مع بعض يا إما توصيل نجمة يا إما توصيل دلتا في الحالتين بيطلع عندي ثلاث أطراف وده العدو اللي بتولد فيه قوة دفع كهربائي يعني ده العدو اللي بيستنتك فيه قوة دفع كهربائي وده بيكون سابت العدو ده بيكون سابت يارب نكون فهمنا أو لو حد محتاج أي حاجة في النقطة دي أو في حلقة النهاردة ياريت نتواصل على الأكونت بتاع عندنا مواقع كتير جدا وكمان الموقع بتاع القناة تواصلهم أي سؤال نعيد أي حاجة إحنا تحت أمركم كمان لو محتاجين مراجعة في شيء معين إحنا تحت أمركم في الوزارة موفرة لكم أماكن كتير جدا أو مواقع إلكترونية كتير جدا للتواصل معنا عشان نستعد للاختبار ونقدر ننافس في سوق العمل وعايزك تعدد أو تنوع مصادر الدخل بتاعك دخل المعلومة مصادر الدخل المعلومة بتاعتك اسأل للمعلم بتاعك اسألنا على القناة اسألنا على مواقع التواصل عاملين جروبات الوزارة عاملة جروبات كتيرة جدا وعملة مواقع كتيرة جدا علشان أي سؤال إحنا بأمر الله مستعدين نساعدكم علشان نقدر ننافس في سوق العمل تعالوا نكمل العدو اللي بعد كده القلب أو العدو الدوار أو الروتر اللي هو ده بقى العدو الدوار اللي هيولد مجال مغناطيسي تعالوا نعرف مكوناته ده العمود عمود الإدارة بتاعي رمان بيلي عشان يقدر يتحرك العمود وبعدين الحلقات النحاسية الحلقات النحاسية دي مهمتها إيه يا شباب الحلقات النحاسية دي مهمتها توصيل الطير طبعا هي معزولة عن بعضها معزولة عن بعضها ومعزولة عن العمود الحلقات النحاسية أهيه أهي يا شباب دي الحلقة الأولى أهيه من جهة اليسار بعد رمان البلي رمان البلي الأول اللي الموصل اللي بتحرك عليه وبعدين الحلقة النحاسية الأولى وبعدين الحلقة النحاسية التانية هم معزولين عن بعض مش متصلين مع بعض هنا يعني مفصولين ومفصولين عن العمود عشان كده لما أجي أسأل طالب منكم وقوله تقدر تختبر لي الملف بتاع العدو الدوار بيمسك لي المالتيميتر أو الأفوميتر ويعمله على الزنان وبعدين يبدأ يحط طرف من الأطراف على حلقة من الحلقات النحاسية والحلقة الثانية لو اداني صوت لو زن معايا ده معناه أن الملف بتاعي متصل مفهوش أي قطع ومفهوش أي مشاكل لو أنا شلت الطرف بقى اللي أنا حطته على الحلقة أو حطته على الحديد الجسم الحديدي اللي قدام مني على الصورة ده أو حطته على العمود واداني نفس الصوت معناها أن فيه اتصال أرضي أو الملف بتاعي عامل اتصال أرضي تعالوا نبص على الصورة لو أنا حطيت المالتيميتر حطيت طرف هنا وطرف على الحديد أو العمود أو الرمان بيلي واداني صوت ده معناه أن الملف اللي جوه ده هولي قدامي ده متصل بيه الأرضي أو فيه قطع يعني يعني العازل بتاعه اتشال من عليه وبدأ يوصل أرضي معناها أن المولد بتاعي مش شغاء معناها أن المولد بتاعك ده ما ينفعش يولي الطيار كهرابي خالص لازم نغير الملفات أو نغير العدو والدوار كله على بعض يبقى ثاني الحلقات النحاسية ده هي اللي بتوصل لي الملف اللي قدامي اللي باللون الأحمر ده الطيار الكهرابي عن طريق إيه؟ عن طريق الفحمات الفحمات هتدي طيار كهرابي للحلقات النحاسية الحلقات النحاسية بيكون جاي طرفين بس طرف للحلقة اللي قدامه وطرف للحلقة اللي في الخلف اللي قدامي دي وهم الاتنين يكونوا متصلين من خلال الملف لكن مش متصلين أن هم جنب بعض يكونوا متصلين لا هم متصلين من خلال الملف معناها أن لو ما دانيش كراءة معناها أن فيه أطعف الملف بتاعي طيب لو داني كراءة مع الرمان البليا أو العمود أو الجسم الحديدي اللي قدامي ده معناها أن فيه اتصال أرضي طيب مهمة عدو الدوار ايه او فايدة الملف اللي جوه عدو الدوار او ملفات الاصارة دي فايدتها ايه فايدة ملفات الاصارة يا شباب ان احنا بنديها طيار كهرابي في البداية من البطارية من خلال الفحمات او الفرش الكربونية تدخل على عدو التوحيد تلف في الملف ملف واحد غير عدو الاستنتاج فيه كام قلنا فيه ثلاث ملفات اما عدو الاصارة او العدو الدوار بيكون فيه ملف واحد بس الملف ده لما يمشي فيه الطيار الكهرابي هيتولد حواليه مجال مغناطيسي وانا عامل عليه حواليه كمان اقطاب حديدية الاقطاب الحديدية دي بتتمغنط بتصبح هي كمان مغناطيس تقوم تعلي قيمة المجال المغناطيسي اللي موجود معايا في تعلي قيمة المجال المغناطيسي اللي موجود معايا مع العدو الدوار تقوم لما العدو الدوار يدور يقطع خطوط المواصلات او الملفات الموجودة في عدو الاستنتاج يوم يتولد القوة الدفع قربية الفكرة بسيطة جدا اي مواصل يقطع خطوط المجال ويكون عمودي عليه يتولد فيه قوة دفع قربية اي مواصل يقطع خطوط الملف او خطوط المجال المغناطيسي يتولد فيه قوة دفع قربية ده بالنسبة لعدو الاستنتاج عدو الدوار النظرية بتاعته ايه العدو الدوار النظرية بتاعته ان اي ملف هيمر فيه طيار كهربي هيتولد حواليه مجال المغناطيسي بحنا نستخدمنا النظرية وعكسها هنا العدو الدوار فايدته ان احنا بنمرر فيه طيار كهربي لما يمر طيار كهرابي في الملف هيتولد حوالين الملف ده ايه مجال مغناطيسي يوم ييجي عدو الاستنتاج اللي هو فوق منه اللي هو السابت هو ملف عادي جدا مصنوع من السلاك نحاسية العدو الدوار بيدور اللي هو ده هيدور يوم يقطع خطوط الملف بتاع عدو الاستنتاج يوم يتولد في عدو الاستنتاج قوة دفعة كهربائية حسب النظرية اللي بتقول ان اي سلك او اي موصل يقطع خطوط المجال المغناطيسي ويكون عمودي عليه بيتولد فيه قوة دفعة كهربائية تعالوا نكمل المصباح او المبين بتاعي وقلنا فيدته ان هو بيعرف قائد السيارة ان عملية الشحن بتاعتي فيها مشكلة معنى طبعا احنا لما بنيجي نشغل السيارة في بداية التشغيل او الصبح بينور معايا كل لمبات الطابلو بتاعت الشحن وبتاعت الابي اس وبتاعت كل الاشكال كل المبينات او اللمبات التحذيرية الموجودة في المركبة بتاعتي بتظهر معايا مجرد ان انا شغل المركبة كل اللمبات بتطفى لو فضلت لمبة بتاعة الشحن اللي هي الشكل البطارية وبتبان باللون الاحمر لو فضلت منورة معناها ان داية الشحن بتاعتك فيها مشكلة في الحالة دي لازم نروح لفني او نيجل حضرتك بقى اللي هو اين حضرتك الفني وتشوف لنا المشكلة بتاعتنا فيها ايه ايه دايرة الشحن بتاعتي فيها ايه هل مشكلة في البطارية هل مشكلة في المولد هل مشكلة في منظم الجهد في الفرش الكربونية بيكون الفني مسؤول على توضيح المشكلة وصيانتها او علاج المشكلة بتاعتها المروحة قلنا فايدتها هي تبريد المولد بتاعي علشان درجة الحرارة لما بيدور والاحتكاك اللي حاصل رومان البليو والفرش الكربونية بيرتفع درجة حرارته لازم نعمله هو كمان تبريد كمان حركة الالكترونية الداخل الملفات بتعلي بترفع درجة حرارة المواصل فاحنا محتاجين نبرده عشان المقاومة بتاعتي كمان ما تزدش ويقلل قيمة الطيار المتولد من المولد بتاعي فعشان كده لازم نركب مروحة عشان يبرد المولد بتاعي والسير فايدته قلنا اللي هو نقل الطيار نقل الحركة من المحرك الحراري الى المولد الكهربائي بتاعي تعالوا نكمل عفوا البقرة ورمان البلي طبعا ده شكل البقرة بتاعتي وبتكون ركبة على رمان بلي وده السير بتاعي اللي هينقل الحركة وده المروحة اللي هتعمل لي التبريد او هتبرد المولد بتاعي نكمل بعد كده الموحدات بقى وعايزين نشوف شكل الموحدات ده شكل الموحدات يا شباب اللي موجودة على الشمال اهو الموحدات دي فايدتها ايه؟ وده قاعدة الموحدات بتاعتي اهي ده شكل تاني لقاعدة الموحدات الموحدات بتاعتي دي يا شباب فايدتها ان هي بتنقل الطيار الكهربائي في اتجاه واحد وما يرجعش العكس عاملة زي صمامي لاتجاه الواحد تخلي الطيار الكهربائي بتاعي يمر في اتجاه واحد فقط مش احنا قلن ان ده مولد طيار متردد ده معناها ان الموجة بتاعتى تطلع موجة وبعدين بتنزل سالب وبعدين تطلع موجة طب ده مش هينفع مع الدوائر والاجهزة الموجودة عندي في السيارة لان السيارة بتاعتى بتشتغل بطيار مستمر يبا احنا لازم نخلي الطيار اللي طالع من المولد طيار مستمر هو كمان فبنحط المواحدات المواحدات تاخد الموجة الموجبة بس اما السالبة بندخلها على مواحدات تانية انا عندي حوالي تقريبا في اغلب المولدات تسع مواحدات ستة لاستنتاج الطيار وتلاتة لعدو الدوار عشان عملية الاصارة او استنتاج المجال المعناطيس ستة تلاتة منهم موجبة وتلاتة سالبة علشان الطيار اللي جاي موجب نعديه اما الطيار اللي جاي سالب نسيبه يخش على المواحدات التانية يقوم هو كمان نستفيد منه يقوم يديني قوة دفعة كهربائية بشكل عام نعيد تاني المواحد او ضيوت فايدته فايدته مرور بيسمح بمرور الطيار الكهرابي في اتجاه واحد فقط طب الطيار الكهرابي يجي العكس ماينفعش يقول له لا تاني هيمر الطيار الكهرابي في المواحد في اتجاه واحد فقط يعني لو فرضنا ان الطيار الكهرابي هيمشي من جهة اليسار اللي عندي دي الى جهة اليمين لو جي الطيار يرجع العكس يقول له لا يعني اذا معنى كده ان الطيار الموجب اللي هيعدي اللي هو بيبقى فوق اللي احنا شفناه في الصورة الاولانية الطيار الموجب يجي يعدي من المواحدات الموجبة هيقول له تفضل عد تيجي الطيار اللي هو بالموجة السالبة يجي يعدي من موحدات الموجبة يقولوا لا دا أنت مش تابعي يقوم يمشي على الموحدات التانية إذن الطيار هيمشي في اتجاه واحد فقط الموحدات فايدتها أن هي هتغير الطيار المتولد من مولد الطيار المتغير تخليه طيار مستمر تعالوا بينا نكمل قلنا أن قاعدة الموحدات اللي قدام مني دي بيكون فيها تقريبا تسع موحدات ستة منهم لعدو الاستنتاج للطيار اللي استنتجناه عشان نخليه كله مستمر وثلاثة بيكونهم اللي هيخش الطيار اللي هيدخل للعدو وتعالوا نقسم بقى الضيضات أو الموحدات بيقول لي ضيضات قدرة اللي احنا لسه قيلنها حالا اللي هي هناخد منهم تلاتة موجبة وتلاتة سالبة احنا لسه شرحين الكلام ده دلوقتي وعايزين نقول إن الست ضيضات دول بيستهلكم خمسة وعشرين واط من خارج الدينمو يعني الموحدات دي بتستهلك أو بتعوق أو بتاخد من الطيار اللي طالع للدينمو خمسة وعشرين واط الست ضيضات ستة تلاتة موجبة وتلاتة سالبة ده اللي هم مسؤولين عن تعديل أو تغيير شكل الطيار اللي طالع من مولد الطيار المتغير عشان تخليه طيار مستمر هم ست ست موحدات أو ضيضات بيستهلكم كمان من خارج الدينمو ما هو الدينمو بيغزي نفسه بكل المفقيد اللي جوه مفقيد من الطيار الكهرابي وبيغزي الأجهزة الكهربائية اللي موجودة كمان عندي فعندي كمان ضيضات الإصارة اللي هي بقى هتدخل طيار كهرابي للعدو الدوار ودي بتستهلك واحد واط فقط وده شكل الموحدات بتاعتي ولما بنجي نقيسه بيديني قراءة بالشكل اللي حضرتك شايفه بقيسه بالشكل ده وبعدين أعكس عشان أشوف هيديني قراءة في الاتجاه المعاكس أو لا دي شكل الفحمات الكربونية الموجودة بالقواعد بتاعتها دي القاعدة بتاعتها هي دي شكل الفحمات لو أنا هغيرها ودي القاعدة بتاعتي ومنظم الجهد ده قلنا فايدته ان هو بينظم الطيار الكهرابي اللي خارج من الدينمو عشان يناسب البطارية والأجهزة الكهربائية بتاعته لو زاد يفصل يخلي الطيار الكهرابي لو المولد بيولد طيار أعلى من الاربعتاشر عشان كده لو الداني فولت أعلى من اربعتاشر بنقول ان المشكلة عندي في منظم الجهد هو لو زاد مهمته ان لو زاد عن اربعتاشر فولت يقوم يخلي الطيار الكهرابي اللي جاي من المولد يتسرب في جسم او يتدخله على الارض عشان ما يفيش طيار عالي يخش على البطارية او يخش على الدوائر الكهربائية اللي عندي فما يبوصي او يعمل اعطال في الدوائر الكهربائية بتاعتي هو بيشتغل بطريقة كهروماغناطيسية بندي طيار كهرابي لو زاد عن حد معين يقوم الملف ده يتحول مع القلب اللي معه الماغناطيس يقوم يجذب الريشة بتاعتي اللي فوق عشان يوصل الطيار الكهرابي للارضي لو كان زايد طيب لو كان اقل واحد تاني بيشتغل عشان يخش الطيار الكهرابي على البطارية بتاعتي وده لا اشكال تمام والفرق تعالوا نعرف الفرق بسرعة بين المولد الطيار المتغير ومولد الطيار المستمر ملفات الطيار بيكون هنا عدو الاستنتاج في الطيار المستمر اما العدو الساكن بيكون هو عدو الاستنتاج في مولد الطيار المتغير ملفات الإصارة العكسة هتكون المقوم عدو دوار او عدو التوحيد اما هنا هيكون ساكن منظم الجهد هنا هننظم الجهد فقط هنا هننظمه على مراحل مختلفة النقاط الاختلاف زي ما احنا شايفين قدام مننا طبعا الحجم هيكون اقل والوزن بيكون اقل في مولد الطيار المتغير تكلمنا عن كل النقاط دي في الشكل اللي فات نظرية العمل كان نفسنا نقولها لكن ان شاء الله علشان وقت الحلقة بتاعنا انتهى لكن الموضوع باختصار ان انا بدخل طيار كهرابي عن طريق الفحمات اللي قدام مني لعدو التوحيد للملف اللي قدام مني ده طبعا لما يمر طيار كهرابي في الملف اللي قدامك ده هيجي قد بشمالي مع قد بشمالي يقوم يحصل تنافر يقوم يلف الموصل الملف لما يلف الموصل يتعكس الطيار يقوم يصبح اللي تحت هو كمان جنوبي مع الجنوبي يقوم يحصل مع دوران الطارة أو البقرة بتاعة المولد يقوم يحصل تبديل الطيار بشكل دائم اللي كان شمالي لما رح هناك بقى موجب يقوم يحصل تنافر بينهم دي فكرة عمل المرش وفكرة عمل المولد يقوم يفضل يدور العدو بتاعي الملف اللي فوق الملف عدو الاستنتاج لما يقطع خطوط المجال هيتولد فيه قوة دفعة قهربائية سرعة دوران المولد قلنا بتأثر فيه قيمة الطيار المتولد مهمة أوي نعرف أن الحاجات المهمة علشان ناخد طيار من المولد بشكل كبير درجة حرارة الملفات تكون قليلة مش عالية سرعة الدوران كمان المقاومة بتاعت السلك لازم يكون السلك بتاع عدو الاستنتاج مصنوع من مدة يكاد يكون المقاومة بتاعتها صفر علشان ما تاخدش هي كمان تعمل لي فواقد فيه الطيار المتولد فيه المولد بتاعي في نهاية حلقتنا بتمنى أننا أكون قد وفقت في أننا أوصل لكم معلومة وبتمنى أننا أشوفكم في حلقات جاية وأي استفسار أو أي سؤال احنا تحت أمركم بشكركم على حسن متابعتكم لينا وبلقاكم في حلقات جاية كتير إن شاء الله وبالتوفيق ويريت نهتم بالمذاكرة ونعدد مداخل المعلومة بتاعتنا بشكركم في نهاية الحلقة كان معكم السيد أنور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر